دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال أحد العلماء عرفت في حياتي صفة جربتها واستعملتها فما خاب ظني وهي أن المدح المؤدب المقتصد يؤثر في الناس فمهما كان ورعهم وزهدهم وبعدهم عن المظاهر لكنهم عند كلمة الثناء يتأثرون لها ويرتاحون ويواصل قائلا لقد جلست مع علماء أهل التقوى ودين فإذا وجدوا كلمة شكر وثناء لانت عريكتهم وصفت سرائرهم وتبلجت أسارير وجوههم إن الكلمة اللينة تفعل فعلها في القلوب وإن منهج الحق الموروث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو إنزال الناس منازلهم من التبجيل والتكريم وإنها موهبة ربانية أن تسعد الناس وتسعد نفسك بحسن تعاملك إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاقي فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق والناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق أنا وأنت أيها الحبيب بإمكاننا أن نشمخ بأنوفنا على الناس وأن نعبس في وجوههم لكننا سوف نخسرهم ولا يخسروننا لأنهم سوف يجدون غير وغيرك ممن يتواضع لهم ويبتسم لهم إن من سعادتنا كسب الناس لأنهم أهل الثناء والدعاء والمحبة والتعاطف وهم شهداء الله في الأرض في حفظ الله دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديجلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح اشتركوا في القناة